عمر أنا كنت بدأتي بيك في بداية الفقرة عايزة أرجع لك مرة تانية دلوقتي وأتكلم على سلوكك على مدار اليوم أنت إزاي بتمضي يومك؟ يعني يومك بيكون شكله إزاي؟ ما بين الدراسة وما بين السباحة اللي هي رياضتك اللي أنت إن شاء الله كن محترفها في وقت من الأوقات بأتذكر أول مصحة يعني أول مصحة من دون بأتذكر بأخد دروسي وكده أخلص بأطلع عالتمرين بقى وبعدها أرجع أنا يومك ما فيش فيه حاجة تالتة؟ لأ يعني مزاكرة واسباحة ومدرسة؟ أي بالظبط بتتضرر كم ساعة في اليوم؟ يعني مياه ساعتين وفتنس برضو ساعتين فرقت معك؟ بشكل شخصي كده في حياتك؟ آه فرقت خلقت كده عندي شخصية ويعني خلقتني راجل ما عملش حاجات كتير غلط زي معظم الشباب دلوقتي بعملوها أنت أصلا ما عندكش وقت إنك تغلط أنت أصلا مشغول طول الوقت بدراستك وبرياضتك صح يعني أنت بتنصح الشباب أنه يعمل ده آه بنصح تفرق كتير في حيات البطر في كل أحوال تفرق طب عايزة تكلم إحنا تكلمنا في بداية الفقرة على دور الأهل عايزة تكلم على دور مدربينك اللي هم خدوك منه أنت طفل صغير كده وبدأ إيبار معك مرحلة مرحلة إزاي وما كانوا شايفينك إزاي كانوا مدعمينك إزاي حتى بيحطك على طريق كويس كانوا بيطعبوا معا في التمرين وبيشجعوني وبيحمسوني وكلما بازعان كده بيشجعوني تاني كده يعني ما بينكم صداقة أكيد آه صداقة صداقة قوية كمان ده يمكن يا دكتور رجل اللي كنا بنكلم فيه في الفصل لازم يكون فيه صداقة ما بين الكوتش أو المدرب وما بين الشاب أو الولد أو البنت اللي بنضرب لازم بتفرق جدا أقول لها حضرتك مثال فيه بنت كانت لعيبة سكواش فكان فيه مدرب يعني بيعنفها وما كانش فيه علاقة أو بينهم كان دايما بيحبطها يقول لها أنت ما فيش منك رجع لأ أنا مهما بعلمك أنت ما بتستجبيش وكذلك اداها الإحباط وخلص وبلغ ألهاب كده وأهلاها بدأوا يتعاملوا معا أنها فشلت في الموضوع ده مهم جيه كابتن تاني تبدل غيروه في بدأ إيديا التحفيز والتعزيز ويشجعها بأخدت مركز رابع الجمهورية طبعا المدرب فهو التعزيز والتشجيع أنا بجي أقول لها 24 ساعة نعزز ونشجعها طبعا لما تخطأ بنقول لها ولكن اسلوب بيفرق شوف المدرب خلاها إيه ومدرب خلاها إيه وطبعا فكرة التوازن يا دبتر هاجر برضو بتكون مهمة جدا طبعا أن أنا أكون لها شخصيتي مع الولد اللي أنا بدربه وفي نفس الوقت يكون قريب مني فيما بينهم شعرة الشرط الأول اللي بيحافظ عليها طبعا هي معادلة صعبة يعني بناشد المدربين يدرسوا جزء علم النفس عشان يعرف علم نفس الشخصية اللي قدامه بيتعامل مع مين يعني بقى عارف استمدت كل طفل بيتعامل معه يدرس أو ياخد دبلوما فيها عشان يعرف يتعامل مع أنماط الشخصية دي هتفرق جدا لأنه مش كل فيه نمط حركي يعني فيه أنماط كتيرة فيه نمط ذاتي فيه طفل ذاتي فيه طفل اجتماعي فلازم يعرف يتعامل مع جميع الأنواع فياريت يدرس الجزء ده هيفرق معاه جدا وهو هيبقى متميزة هيبقى مدرب متميز جدا يمكن احنا كنا تكلمنا على نموذج محمد صلاح كان مورينيو ما كانش محطة مهمة أبدا في حياة محمد صلاح ولكن لما راح مثلا روما كان فيه كوتش كبير اسمه سبالتي ده اللي شالت تراب من على محمد صلاح بعد كده راح على ليفر بول يورجين كلوب اللي عمل